أهلاً بكل أصحابي في رحلتنا السعيدة وفي أصحابي اللي معايا النهاردة والنهاردة يا أصحابي هنزور بيت غريب جداً وعجيب جداً هو البيت الأزرق البيت الأزرق ده بيت ما لهش أبواب ولا لهش أبابيك ممكن خمس تلاف واحد يدخلوا في ثانية ويخرجوا منه بيت عجيب جداً تفتكري يكون فين البيت ده يكون موجود فين؟ في البحر في البحر في البحر إيه تاني غير في البحر يكون موجود فين ده؟ السماء السماء؟ ما حدش فيكو شافوا خالص؟ ما حدش فيكو دخلوا خالص؟ لا ولا حد خالص شاف البيت الأزرق ده؟ ولا حد بيفضل قاعد كتير فيه كده وصيب كل حاجة حواليه بس هو مركز في البيت ده؟ لا البيت الأزرق ده بقى هو اللي فضل حسام قاعد فيه أول ما بابا جاب له التليفون البيت الأزرق هو الفيسبوك الفيسبوك هو البيت اللي فضل حسام قاعد فيه أول ما بابا عنده موبايل وعمل فيسبوك طول النهار ما ورهوش حاجة غرق إنه قاعد على الفيسبوك ده يكلم صحابه من خلال الرسايل صاحبه يعزمه على عيد ميلاده يبعد في صور وردز كل حاجة بيعملها من خلال الفيسبوك ده صح؟ لا 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 إنه إحنا ننسى كل حاجة حوالينا وبس كل علاقتنا بالدنيا هي الفيسبوك لا لا بس حسام بقى كده للأسف أول حد بقى زعري مين؟ العصفور الصغير اللي كان كل يوم يجي عند شباك حسام وهو نايم يقول له إيه يا حسام حسام إصحي الله يا حسام ويفضل العصفور بقى يغرد ويعمل ألحان جميلة حسام يفتح حنيم النوم على أنغام جميلة العصفور يجي يخبط على شباك حسام بمنقاره حسام يفتح له لا يسمعوا؟ لا مالوش دعوة بحاجة هو قاعد يبص في الفيسبوك بس مين كمان اللي زعل؟ اللي زعله غير العصفور كان فيه جنينة قدام بيت حسام كان دايما يروح الجنينة دي ويلعب هناك بالكورة مع أصحابه الكورة وقفة في الجنينة مستني يا حسام ييجي حسام ليه ما بيجيش؟ حسام خلاص ما عادش بيحب يلعب بيه ولا إيه في حد ما يحبش يلعب بالكورة لكن حسام ما بقاش بيلعب بالكورة بقى بيلعب المطشط على إيه على التليفون على التليفون كل شيء على التليفون أنا عايز أعرف بقى إحنا بنعود طول الوقت نعمل كل الألعاب وكل الحاجات اللي إحنا عايزين نعملها على التليفون سوء الأحلى أن إحنا نلعب بالكورة فعلا كده ولا أن احنا نلعب على الشاشة مع التليفون مع الكرة 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 كانت بتقول أنا أحلى كلمة كنت بسمعها أما كان حسام وصحابه يقوله جول كنت ببقى مبسوطة قوي وحست كده أن أنا فيي طاقة يسطوني أجري ما تعبشي لكن دلوقتي أنا وقفة ورا الشجرة ما حدش بيعمل حاجة ولا حد بيلعب بي ولا حد بيفكر فيي أنا زعلانة وحزينة مين اللي سمعت كرام الكرة شجرة البرتقان قالت لها أنا كمان فاكرة حسام فاكرة حسام لما كان بييجي يجمع البرتقان الواقع في الأرض ويقعد يعمل منه عصير يجيب العصير ده في إزازة ويشربها في الجنينة مع أصحابه مين فيكم بيأكل فاكهة أنا تحبوا الفاكهة؟ طب عارفين البرتقان ده إيه فايدته؟ البرتقان ده صحابي فيه فيتامين حلوة أوي اسمه فيتامين جيم أو فيتامين سي بالزاد في الشتاء لو كاننا برتقان أو شربنا عصير برتقان نبقى صحتنا حلوة وعندنا مناعة يعني إيه مناعة؟ يعني يبقى لو لقدر الله أي ميكروب أو أي حاجة نقدر إحنا إحنا كمان ننتصر عليه وإن نقدر إحنا كمان نهجمه لإن جسمنا فيه فيتامين سي فلازم كلنا نبقى بناكل فاكهة وناكل خضار ومش بس ناكل الحلوية لأن دي مهمة جدا لصحتنا فسام كان بيحب جدا البرتقان كان دايماً يروح الجنينة يجمع البرتقان اللي واقع في شنطة ويروح ياخدوا البيت يأكل منه شوية ويعمل منه شوية عصير ويبقى مبسوط ويشكر الشجرة يقول لها شكراً يا شجرة البرتقان لأنك دايماً بتدينا الفكهة الحلوة اللذيذة اللي ربنا خلاها عشان إحنا ناكلها ونستفيد بيها حسام بقى بيجمع البرتقان؟ لا البرتقان بقى بيقع من الشجرة ويفضل على الأرض لحد ما يبوس والشجرة تبقى زعلانة تقول أنا البرتقان دا نفسي حد يستفيد بي كان حسام بيجي هو واصحابه ويجمعوا البرتقان ولو هما مجوش كان هو يجمع البرتقان ويفرقوا على صحابه ويه حسام ما بقاش بيجي مين كمان اللي كان زعلان؟ الورد اللي كان في الجنينة كان حسام كل يوم لما يروح الجنينة يحاول كده إنه إيه؟ يشوف الوردة الجديدة اللي تلعت كده يتفرج عليها ويسقيها ويفضل يرقبها لحد ما تفتح وتجبر منحب الورد؟ الورد جميل؟ طب مين فيكو زرع ورد بقى؟ حد فيكو فكر كده إنه إيه؟ يزرع وردة صغنانة كده شوفها تكبر قدامه؟ طب لو حد جاب لنا هدية ورد من متبسط؟ حلو الورد؟ الورد جميل ويدينا أحاسيس حلوة كده ونحس كده نحن مبسطين كان حسام يروح الجنينة ولما يلاقي الورد كده خلاص هيقع من على الغصن بتاعه كان يجمع الورد ده ويعمل كده بوكي حلو كده صحبة وردة حلوة كده يروح يقدمها كده لصحابه لما يبقى صاحب ليه عنده عيد ميلاد كان حسام يعمل له كده باقة وردة حلوة يربطها بشريطة كده ويحط فيها كارت يقول له كل سنة وانت طاقيد دلوقتي لما ييجي أي عيد ميلاد حد من صحابه يروح بعيد له صورة إيد مسكة وردة وعملة كده شفتوها الإيد دي؟ مين فيكو عنده فيسبوك؟ أنا طيب أنا عايز أقول لكم حاجة بقى أنتو طالبوا عندكم بقى فيسبوك بتقبلوا صداقة أي حد كده؟ لا أي حد كده تقبلوه واتدخلوه فيسبوك؟ لا وإحنا بيقول ليه البيت الأزرق؟ الفيسبوك ده عامل زي البيت إحنا بندخل أي حد البيت؟ لا أي حد يخبط كده على الباب ما نعرفوش أقول له أهلا تعالى تفضل؟ لا خلوا بالكو أنه الفيسبوك ممكن يكون مفيد أنكم تتعرفوا على أصحاب مداد تعمله صداقات بس في حدود مش أي حد نقبله مش أي حد نتكلم معاه مش أي حد يسألنا سؤال نجاوب عليه من غير ما نسأل بابا أو ماما لازم يبقوا عارفين عننا كل حاجة بالذات في الحاجات دي لكن حسام كان متسرع جدا كان أي حد يعمله طلب صداقة يوافق يبقى فرحان قوي يقول لي بابا عارف يا بابا أنا بقى عندي كم صديق؟ أنا بقى الوقت عندي تلات تلاف صديق طيب هم دول أصدقاء بجد؟ لا يعني هو يعرفهم؟ المهم الأصدقاء الحقيقيين أصدقاءنا اللي احنا بنشوفهم وبنكلمهم واللي بنصق فيهم لكن حسام للأسف ما كانش بيعمل كل ده كان فرحان واستغنى بكل حاجة حواليه وقال بس كفاء عندي ايه؟ الفيسبوك مر يوم واثنين وتلاتة وصحاب حسام خلاص زعلوا منه لأنه خلاص ما عادش بيكلمهم بيكلموا يرد عليهم برسالة يقولوا له يا حسام عايزين نتقابل أنت وحشتنا يقول لهم احنا بنتكلم على الفيسبوك يا حسام دا عيد ميلاد تعال حضار يقول لهم ايه؟ لا 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 بكرة بقى أنا عندي أصلي ماتش هلعبوا مع صاحبي ومش فادي أجي أحضر في يوم من الأيام حسام ماشي في الشارع وحاجة وحشة قوي إن احنا نمشي في الشارع مسكين الموبايل وبنبص فيه ربنا خلق لينا عنين اتنين نبص إزاي بيوم مع الموبايل ومنبصش للطريق اللي احنا ماشيين فيه ينفع كده؟ نعم حسام ماشي ماسك الموبايل ويا سلام عمال يقرأ بقى رسالة حد بعتها له وفجأة في رصيف هو ما شافوش اتكعب ووقع وقع جندا جدا والرصيف كان عالي رجليه واجعته والموبايل حصله ايه؟ القسر القسر آه يا رجلي آه يا رجلي ما بقاش عارف يعمل ايه؟ ياه بالصدفة واحد صاحبه شافه راح مكلم بابا في التليفون وقال له حسام وقع ورجله واجعته ومش عارف يتصل بحضرتك عشان الموبايل القسر بابا جي أخده وده للدكتور والدكتور قال له لازم يا حسام ترتاح على قلق أسبوع في البيت ما تخرجش حسام كان زعلان عشان حكتين ايه هما بقا؟ التليفون واللي هو وقصر عشان رجله واجعاه وعشان التليفون اتقصر أول يوم حسام قال طب انا هعمل ايه؟ انا قاد زهقان انا ايه اللي هيسليني؟ نام بدري لانه كان تعبان والصبح بدري والصبح بدري لا امين اللي بيخبط على الشباك العصفور العصفور حسام يا حسام انا جيت اسلم عليك واقولك سلامتك يا حسام يا العصفور انا كنت نسيتك قال له بس احنا منسناكش يا حسام احنا صحابك القدام انت فكرنا ولا لأ؟ مش انا العصفور اللي كان بيصحيك كل يوم قال له يعني انت مش زعلان مني؟ قال له لأ شوه يا صغيرين؟ بس دلوقتي انا مش زعلان لانك تعبان لو كنت مش تعبان كنت هقولك انا زعلان منك لكن دلوقتي عشان انت تعبان فانا لازم اسليك واقف جنبك العصفور كل يوم كان نيجي لحسام وحسام يسمع تغريد العصفور يتبسط ويوم والتاني وصحاب حسام فكروا وقالوا احنا صحيح كنا زعلانين من حسام لكن طالما هو تعبان يبقى احنا لازم نزوره ونتطمن عليه بس يا ترى نجيب له احنا لو حد من صحابنا تعب وغاب من المدرسة او كان صاحبنا ونروح معاه النازي مش لازم نطمن عليه ونزوره؟ حتى لو كنا زعلانين منه شوية يعني قدم هو تعبان يبقى لازم بقى نزوره أصحاب حسام فكروا ان هما لازم يروح يزوره ويتطمنه عليه وفكروا ان هما يجبوا له هدية جميلة حتى لو كانت بسيطة بقى يجبوله ايه؟ كورة ورد كورة ورد كورة ورد برافو عليكم كل واحد جاب حاجة واحد جاب الكورة واحد جاب الورد واحد جاب له برطقان عشان يفكرون بكل الحاجات اللي كان بيعملها زمان ودلوقتي ما عادش بيعملها بسبب الفيسبوك حسام فرح قوي قال ياه انا كنت فاكركم خاص مني وزعلانين مني قالوا لنحنا كنا فعلا زعلانين بس مش زعلانين منك قد ما زعلانين ان انت وحشتين وعايزين نشوفك كل واحد فينا جاب لك حاجة صغيرة بس حتفقرك بحاجات حلوة ولحظات حلوة وايام حلوة احنا كنا بنتبسط فيها سوا الورد دا يا حسام مش كنا بروح الجنينة نجمعه سوا حسام قال له صحيح والكورة دي يا حسام مش كان عندنا كورة زيها وقفة في الجنينة زمانها بازت كنا بنلعب بيها قال لهم صح فعلا وكنا بنبسطين قوي واحنا بنلعب والبرتقان دا يا حسام مش كنا كلنا بروح الجنينة نجمعه ويوم ما ما نروحش انت كنت تروح تجمعه وتدي كل واحد مننا برتقان قال لهم فعلا قالوا له احنا النهار دا جينا عشان نفكرك ان كل الحاجات دي ما نقدرش نستغنى عنها وان احنا مهما كان عندنا فيسبوك بس برضو لازم نقعد شوية مع صحابنا على الفيسبوك بس برضو لازم نقابل صحابنا ونقعد معاهم ونلعب معاهم لان دا احلى احنا نتبسط لما نشوف صحابنا ونتكلم معاهم ولا لما نكلمهم على الفيسبوك جوفوا معاهم اه ان احنا نشوفه ونلعب معاهم حسام فعلا قال لهم انا مبسوط قوي ان انتوا جيتوا وفعلا كنت وحشيني جدا وكان وحشني طعب البرتقان وكان وحشني الورد الجميل وكان وحشني العصفور وكان وحش لي الكورة ان احنا نلعب بيها سوا بعد ما حسام خف وراح لمدرسة تاني ما بقاش يوعد كتير على الفيسبوك ولما جاعد ميلاده بابا جاب له بقى هدية جميلة جدا تفتكروا بابا حسام جاب له ايه؟ تليفون فعلا جاب له تليفون بس بابا قال له أنا جبت لك التليفون يا حسام لان انت دلوقتي هتعرف ازاي تستعمله صح والبيت الازرق ده ما عدتش هتوقت فيه كتير زي زمان هتوقت فيه وقت صغير كل يوم وتنقي الأصحاب اللي يبقوا معاك في البيت الازرق ده مش اي حد يبقى صاحبك ويقعد معاك فيه لكن أصحابك الحقيقيين اللي بتشوفهم وتلعب معاهم هم دول أصحابك اللي هيفضلوا معاك ان شاء الله لحد ما تكبروا وتتخرجوا وكل واحد فيكو بقى يشتغل هتفضل الصداقة اللي بينكو دي موجودة طول العمر طبعا مش ممكن تكون زي صداقة الفيسبوك بناس انت ما تعرفهمش وما بتشوفهمش على الحقيقة عسام قال لبابا تعلم يا بابا أنا تعلمت وخلاص بعد كده هدي كل حاجة وقتها وهدي كل حاجة حقها هروح مع صحابي الجنينة نلعب وناكل البرتقان والورد الجميل ده نهتم بيه والرعي وبعد كده نلعب الكورة ووقت ما يبقى عندي وقت فادي ممكن شوية أفتح الفيسبوك وقعد أتفرج على الصور اللي فيه أو لو كان لي أصحاب صغيرين أكلمهم واتطمن عليهم بعد كده حسام بقى واحد تاني خالص بقوا منظم كل حاجة بيعملها في وقتها وبابا اتبسط منه وكل أصحابه رجعوا تاني يكلموه يصحبوه زي زي في رأيكم بقى في قصتنا لبيت الأزرق حلوة إيه بقى اللي عجبنا فيها؟ عجبنا أن أصحابهم طول ما هو عمل لهم حاجة هم برضو مصلحين يعني هم برضو حتى اللي كانوا زعلين منه لما عرفوا أنه هو عيال قالوا لا إحنا لازم نروح نزوره ونتطمن عليه حلوة أب إيه كمان؟ عشان هم عمل خير وهم عمل خير زي بالزبط كده وإن أصحابه ساعدوه يعني حسان خلاص عرف دلوقتي وتعلم كمان من غلطه مهم قوي إن إحنا نتعلم من الغلط اللي إحنا نعمله صح؟ صح أصحابي دي كانت قصتنا النهاردة عن البيت الأزرق اللي عرفنا في الآخر للبيت الأزرق ده هو الفيسبوك وأتمنى أنكم تعرفوا إزاي تستعملوا صح الفيسبوك وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سمح